النشأة سبب نجاحة او خلينا نقول واحنا البخ سنتاجا عن نجاح متاحة مالكيرل يحنا يذولي عنا اربع خمس سنين اه نلقاوا فيها قدامنا اه نشوفوا فيها فلونت وغا جنتينا اه نلقاوا فيهم على مختلف المواقع اه هذا وغيره اليوم مش نفهموا التفاصيل مع اه باعت الشركة اه نشأة خاصة محمد علي تاوس صباح الورد نوارتنا صباح الفول والاسمين ليكم جميع مستمعي كابافام شكرا ليك اه الشركتها النشأة حاليا كنقولوا شركة نشأتر تاب شنو معناه? الحق الشركة النشأة اه اليوم هي شركة عادية شركة خاصة فهمتنو ان لا ما بعوثها وتختلف على الشركات العادية في حوشتين تلاثة مكترش باش منبسطوها عاللخر. اي ساحة. الشركة النشأة هي شركة عادية من حيث القانون. اه اه تتميز بي اه تلاثة ما هي الشركة الناشئة من الأول مراهن مجعولة لتكون شركة تشاع على المحيط الخارجي لتونس حاجة الانترنسيونال الحاجة الأخرى تكون فيها إن ديمانسيون دينوفاسيون يجب أن تكون عندك فيها حاجة تطورتها حسنتها أدابتيتها بطريقة مختلفة على السائط على الكلاسيك والحاجة الأخرى يجب أن تكون شركة قابلة للتطور قابلة للتطور الكبير نحن نقول سكيلابيليتي التطور معناتها ليس تطور 10% و 15% و 20% نحكي على أنها ندوبلو تريبلو حتى عشرة مرات حجمها الأساسي اليوم كنت تخلق شركة عادية كأرأس ما لديكم مثلا 10 ملايين نتصور شركة ناشئة 10 ملايين لديكم في عام في عامين اليوم مثلا 20 مليون 300 مليون نحكي لك على الضيق على الضيق على الآخر هذي اللي يمشي في بالنا هذي اللي احنا نتخيلوه معنا ولا صحيت اما هي انا مش نحكيه شوية حتى على وزعي بطلها مش عاكيه في تونس الي قتلي من دوميل دو زويت بسفة رسمية موجودة هالشركات هذوم علي من 2018 و 2019 وعشرين والتعملين قاعدين يحققوا في الأرقام هذي اللي كنت تحكي عليها شوف اليوم اللي يتبع في الاستخداب يعرف اللي بيلان كله متع خمسة سنين خدمة منين تخلق معنطا الستارتاب في تونس المؤثر الناشئة في تونس اللي هو قانون اكتوبر 2018 يرى انو بيلان هذي اللي رزولتات في الاخر مهمش الحق مترابي مهمش انكوراجون بارش رغم اللي فم بارش بارش حركة ما شاء الله معناتها معناتها الشباب التونسي و الانتخبخنوك تونيزيان معناتها بالحق يفون دو لغ ميو بوكو سا افانس فمتعرف انت جي فاش اتن تعمل قانون معناتها ما نقولوش مشتف ولم منبط على الواقع الاقتصادي للدولة وكلها كسبة عامة على الايكو سيستام كامل ساختها ممكنش تستانى في ديرزوتا كبار من التجربة الى حد الان نعم لكلها في المطلق تجربة محتشمة باي صوفكو فما كميم نجاحات فما نجاحات مدوية معناتها في التجربة المحتشمة انا بكري شوية حتى في القوف كنا نحكيه وفما دراسة تبو عندنا قناشون دقيقة هبتها خبير خبير دولي يقول انو الدراسات فما دراسات صدرت في الأسبوع هذي تقول انو الشركات الناشئة الاسترتاب هذوما نسبة النجاح لمشاريعهم الريادية ما تفوتش اثنين بالمئة فالسؤال هنا هالثمانية وتسعين بالمئة من مشاريع الريادية هذي وين وينهم قد دائم شوفوا عزم كبير وقصرار كبير وخدمة كبيرة وفان كبير زادة ساعاتي تاخذ وين ثمانية وتسعين نوافقك على عزم كبير وخدمة كبيرة وواحد اما فان كبير الحق مترابي معانتها وانا بعدوش بعيد بارشة حتى على القرابنا معانتها ما نشوفوش دي فان كبير ورغمان لهذا راو ما ينقصش من المجهودين عملة الدولة معانتها نعرف احنا محدودية امكانيات الدولة التنسيق حتى حد ما يجادل فيه الموضوع ولكن انك بالحق انك تقطع معانتها وتحطو ديجا انك تعمل اطار خاص قانوني خاص وتحمي به المؤسسات وكل شي هذا ديجا نقلة نوعية مبعت الفان على قد موارد الدولة واللي المقدور عليه فهذه الحاجة اللي يجبنا نتفق عليه مبعت كيفيش صارت الميزون بلاس كيفيش التأثير كيفيش التقنية لباعث المؤسسات كيفيش فسرنا لهم احنا وصلناه بشوية بشوية بشي يقدم بها ولا لا مش الوفاة تاني نعطيه معانتها نعطيها ان فان وقلوا رغمان الفان اللي تحكالي انت صغير قد يش في تورس قد يش الفان يتعطى بين منين الوين الفان في 30 مليون هذا يراه على البرامة الدولة شراكة صائرة بين الدولة والقطاع الخاص على البرامة الوستارتاب تونيزيا اسمه في شاركة تونيزيا في شاركة مع الدولة عاملوا البداية متاحة تبدأ في 30 مليون بعدك تنجح انت تاخذ استارتاباك متاعك باش تاخذ او الفانسمن تنجح في التقديم يكون 30 مليون اليوم 30 مليون تمكنك انك تعمل حويشة صغيرة هذا المطلوب منك و الحقم تربي توري الفكرة قابلة للحياة قابلة للانتاج قابلة للتحقيق هذا المطلوب في 30 مليون ماذا؟ الحقم تربي بين انك تاخذ 30 مليون هذوك وبين انك تقدم هنا يقولي معناتها الامتحان أصعب ببرشة وامتحان أصعب ببرشة وقت ان انت استوفيت 30 مليون جوز باش توري فكرة تتقابلة للتحقيق وقابلة للحياة وقت انت اسفر فنطلب منك انفات الكادر يطلب منك من 30 مليون هذوك ومشروع قابلة للحياة وقابلة للانتاج وينتج باش انت تتعدل البالية اللي هي الامتحان اللي بعد باش يخولك انك توصل مية وخمسين مليون هذي راه نحكيلك المؤثر بالدولة فما منظمة فما معادلة فما ترتيب يتم العمل به وهذي معناها بصفة قانونية معناها في تونس اليوم كنت نحكيه الشركة ناش شنو المجالات اللي تنجم تتبعث فيهم الشركة الناشة شوف الشركة الناشة اما هاش مربوطة بمجال معين في كل المجال تنجم تعمل شركة ناشة انتي والكسبرتيز متاعك انتي والكونيسانس متاعك انتي والصفوار متاعك انتي وش تتقن انتي في الحياة فهمت نهلا فهمت مؤسسات معينة تناشئة في كل المجالات تقريبا كلهم من بعد فما احنا تتسنسنا اصلا في حتى في الليبروغرامكم كانت تتذكر قبل كنا نحكيه على برامج الوحدات الخماسية البرنامج الخماسي التنمية والبرنامج العشري للتنمية احنا هذا كيف كيف في الوحدات التنمية فهمت توجهات توجهات حتى الكادر هذي متاع المؤسسات ناشة اليوم ولا امبو كادري كادري ايش معناتها؟ معناتها تلقى برامج مخصة باش يقول لك انا راني برنامج مختص في اللوجستيك مثلا والتنقل وانا برنامج مختص في التعليم في كل ما هو تكنولوجيا التعليم وانا راني برنامج مختص في توسكية تمويل ولا صايرفة والبنكار والفينانسي اليوم الفينتاك نجمع مؤسسة ناشة في كل المدين ولكن التوجهات هي اليوم تحكم اكثر لان كنت تعمل برنامج توجه به الانتخبخنر لتقيد مبني يجب ان يكون مبني على مش تعطيني انت كي انك عطيتني جزرة باش انا نمشي في اتجاه معين ونخلق اونيك موفق الاتجاه ذاك على خطر هو اللي فيه كل ما احنا اه دعم اكثر وتمويل اكثر تستيقع هذي دقريب معناه من الجموش اليوم نفكر مجيل ولا زوز معناه في الصحة في التكنولوجيا في الصندق في الفلاحة في في البيئة في اللي تتصوروا في مخك لك تنجم تعمل شريكة كل دومان في اي مجال انت عندك فيه براعة وعندك فيها عندك ما تقول فيه روحك فيه بالضبط اه اليوم اه اه اسكو الشريكة هذية كنا بك لدي جا حكينا شوي انهم همش اصلا بخصوين جم يدخلو لك فلوس في وقتها فما شوي صبر كيما فما انك ترجح كيما تنجم زدام لا قدر الله ما تتوافقش فيها الشريكة هذي وهذي كنت بك لدي جا اكت هون صحيح اي شوف هو من هو من دي ما نرجع الاصل معنطا باش نفهم الامور دي ما نرجع وصولها وصولها رأي الشركة الناشئة هي شركة في الاصل معنطا هي شركة وشركة في كل تعريف العالم وكله هي مغامرة معنطا فاها الربح فاها الخسارة في كل بلاد معنطا فماش نصبة نجاح معينة اللي انت تقول اه والله مش نبني عليها انا باه شنو اللي يحدد نسبة النجاح هذيك انفات تحذيرك انتي انتي قدرتك على انك تكون تجيري انا اتكلم عن الشركة بصفة خاصة فاندمنت تحتها الباز شركة متنجمش تكون انتي منبت من الشركة لا عندك اختصاص وتحب انتنجح هكو ولا كيف شركة للناشئة يزمك تكون انتي تم تخيز الاسباسياليتي التي تتخدم فيها الاسباسياليتي متع ستارتاب متعك عندك فكرة على كل ما يحيط متنجمش تخلي مثلا فينانس ولا كده ما تعرف على احد شي فمتنو ولا وتدخل انت هكي في ستارتاب مبعد النجاح متعك يعتمد على انتي وتحذيرات متعك اش حذرت قداش عملت دراست مشروع متعك دراست السوق متعك اسكو بالحق خدمت دراست مشروع متكاملة متوازنة برافوند كم اقولوا احنا معمقة ولا لا هذا اساسا الواحدة متع النجاح نوك هذي من اسباب النجاح دي جال سؤالي موالي كامبريكونت بشو نقولك بما انك عمك خبرة كبيرة عاصي محمد علي في المجال هذي اليوم شنوه معناها الاسباب اللي تخليك ناشح قدام شركة بتاعك حتى ترجو ترقى عزوز مثل في البيئة نفس الكنسيبت ونفس الخدمة ونفس الليكيب وكل شي وكذا وكذا وليكن فهمة واحدة فيها متنجح وواحدة فيها متمشي شوي بعد تقص فهمت نوك اليوم من اسباب النجاح انك انك تحضر لكل بلان متاعك وكادياك النصيق متاعك هذي كاول حاجة بالطبع اول حاجة بيانسور شوف أبار انك تكون معناتها متمكن من المشروع متاعك من الحيثيات المشروع متاعك بصفة عامة من البرمتر دو طنب خوجيه ذا نقول واحد داكو هذي اول حاجة ثاني حاجة انك تدرس صحيح انك متمكن وتعرف انت حتى اكسبير في الدمائن متاعك وليتحب انت ما يمنعش للسوق متغيرات فانتي يجب ان تكون متمكن ان هذا يزاد الحاجة الاخرى داكو عملت انت تو هذي الدراسة متاعك وتمكن انت على باز اكسبير زي تتعمقت اكثر خطر المحيط متاعك رغمش بضرورة انت اكسبير فيه فالكتوسكي مثلا من عرش تسويق تستيغر بيتدخ نتنجمك مكش اكسبير فيه وهذا مرتبط بحاجة اساسية اللي الناس كل ما تتعديها راهوا كرياتور والانتخوبرنور لا يمكن ان تتعديها فهنا الحاجة المهمة الثانية الركيزة الثانية الاهم من انك تكون عندك دراسة وعندك اكسبيرتزة كل شي هي شكوني اللي كيب اللي معاك شكوني اللي كيب اللي معاك شكوني اللي كيب اللي تادي تاكمباني في الفوندازيون متاع البروجيت متنجمس تكون انت تصفق وحدها اكيد اكيد فما نقطة اخرى مهمة برشة بكريكو في الأوف كنا لحكي وقلتلي عليها راهوا لزمك في الأول في مخك انك راك بش تخرج البروجيت معنى راك تخدم على البروجيت مش عالة تونسك اها صحيح وو هتا اللي لازم تحب خوناغان فاتوا اللي عالنم باستارتاب ولا معناتها ستارتاب انتوزيست اللي حبي يخلقوا اللي توقع دين يدرسوا في الستارتاب يسألوني برش يقول لي اسمع عندي فكرة عندي فكرة ونحب نعملهاك ونحب نعملهاك ونحب نعملهاك كي تجي تدرس الفكرة توقعها من هنا ثلاثة سنين خمسة سنين قدام معناتها يخم كان على المرش التونسي ولا اصلا هو باني كل شيء على اشكالية موجودة كان في تونس موجودة كان في تونس حتى في المحيط الصغير متاع تونس نقولوا حنا ليبيا مثلا تزاير ومهاش موزودة الاشياء الانترنسيونال هنا فات شنو اخرج شوية من الكادر كم قلوا حنا المتعارف عليه عالميا ولا دوليا على الستارتاب الشركة الناشئة راهي من الاساس من النشئة من الفانضمون ومتاعها راهي حاجة معناتها شركة اللي هي مبعوثة لتخيطي او بزوان كي بوت اتخ سكيلي الانترنسيونال اللي يمس اغلب الدول ولا مجموعة كبيرة من الدولة نعم فجينيبعث مشروع يقولي يقولي نحب نعم مشروع وبعد ندوروا مننا نعمل حكا اللي تيودو متاعنا يكونا نحكيوا عليها ونقاوا انو موجودين كان في تونس السلسل ونحن كي نعمل حكا نعم نحن نعمل حكا موجودين ستارتاپ برميلة المعرفة لها هي لسكايلابيليتي لسكايلابيليتي اليوم تحب الموارد المالية لديك القدرة لتمويلها حتى للاخر فأنت لا تستطيع المستثمرين المستثمر الذي يأتي له لاني يقول لك انا لا نضع مالك فلوس قد لا نصور يدخل مائنسيت متاع استثمار في استارتاپ يحل أي دوكيمون يحل على عشرة مرات وخمسة مرات وستة مرات لا يوجد استثمار المستثمرين بعد عامين سولون الاتفاق يحب يخرج بمئة مليون فأنت يجب أن تكون قادر على أنك توفروا المئة مليون ورغم مئة مليون حكي على المنتان صغير على الاخت مئة مليون فأنت يجب أن تكون قادر على أساس يوم ما بعد عامين حسب الاتفاق فأنت أعطي للمستثمرين المئة مليون حتى يكمل معك أو يخرج على روح إذا أنت مكش قادر مؤسسة مهاش قادرة فأنت متنجمش تاخد مستثمرين صحيح فأنت عملت فراء آخر لستارتاپ متاعك فأنت عملت شركة كذا وكذا ولكن في المبعد يتضم معنا فما كلمة ما يتقلش من الأول فما كلمة يوجهه كيف أنت تتحكي تلقى روحك أمام الأمر الواقع قدمك لحيوط بالضبط وكذلك تخوف على الأخر لأن اليوم نحن بعد خمسة سنين كنقاوه نحن تخيص خوانوخ فلستري معناتها يخافين على خاطر يشوفوا في تجارب عباد أخرين ثمانية تسعين في المئة كما كنت أتحدث أنت سواء فشلت المشاريع متحموا سواء يفوية الإشيك يجي يعمل يشوف هكا كما قلوه نحن قدوة ما يلقاش يلقى كان نفات دي موفيز دومي فوز إكزامبل راوسي تخيغغف اثنين بالمئة هوم علي ثنين بالمئة دراسة تقول لي ثنين بالمئة هومة هو عدد خلني يقول واحنا رواد الأعمال اللي ينجحوا في استرتاب متاحهم رقم يقول لك يخوف هنا نعود نرجع لك نرمينا نفات نرجع لك الوين هنا نرجع لك للتأطير ثم التأطير ثم التأطير ثم التأطير رقمي خوف رغم من اللي جائين بعد جني راسيون نحن 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 نكون مع كل الإحترامات الأشخاص لك نحن نحن اللابوراتور الولاني فقرنا التجارب متاع الميزون بلاس متاع القانون هذية ما يتوقف الخمسة سنين جائين ونحن نحضره في استرتاب دوب بوانزيرو اليوم يلزم التفكير يكون في إنا نعطيه قدوات رغم من نجموش نبنيه نحن نجموش نبنيه وقت اللي نحن نتخبر التأطير متعنا عندهم خايفين. واضح. خلي لك عشرة ثواني شنو تحب تقول في الختم محمد علي عشرة ثواني. نحب نشجع اللي زن تخو بخو نغياء. من شجعهم اكثر 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 واكثر وايخذ وقتهم ورحتهم. قبل ما ينجزوا في الابانتونادية. اكيد اكيد. 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 وشالله في الحلقات القادمة زيزوا نحكيه اكثر اكثر تفاصيل مع مختلفة التجارب في الشركة ناشئة. شكرا لك محمد علي تاوس. باعت شركة ناشئة. يلا مازلنا موصلين معكم حتى الى العشرة متع سبيح. نجم متعددون تسمعوا البساج من الجديد على باجنا راديو كابا فام.